اشتركوا في القناة والخطاب العاطفي مليء بالثغرات والإلزامات والموضوع هو وجوب الشكر على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الشكر وشكر الله واجب مش مستحب فكل الخطاب الحبشي مركز على قضية الشكر على نعمة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم واجب كلام مليء بالإلزامات لنبدأ نستمع إليه والاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل معنى الشكر لله أنت وأنت وأنا ونحن ألسنا نشكر الله على الهواء الذي نتنشقه أنت وأنا ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون كذلك متضمنون في هذا في الشكر نكمل مش بس أنا وأنت ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يشكر والصحابة والتابعون والماء الذي نشربه والثوب الذي نلبسه والطعام الذي نأكله ألسنا نشكر الله على هذا فكيف لا نشكره على نعمة وجود محمد وهو الذي قال في الحديث القدسي لحظة فكيف لا نشكره على هذه النعمة نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم لكن المشكلة أن محمد ما شكر رب محمد على ولادة محمد ما شكره على ذلك كلام خطاب عاطفي غير علمي مع شوية صراخ وخلفية موسيقية ممكن التأثير على عوام الناس خلينا نكمل ماذا عنده الآن سمعت أنه يقول وقد جاء في الحديث القدسي الحديث القدسي يعني كلام مروي عن رب العالمين يعني النبي يقول قال الله ولا يحل لأحد أن يقول قال الله برواية مكذوبة حرام وهو الذي قال في الحديث القدسي لآدم لو لا محمد ما خلقتك ولا خلقت الجنة الله صرخ النازو الله كذب ولو يا جميل حليم هذه الرواية كما سوف تذكر أنت الآن لحظة خلية نكمل رواه الحاكم في المستدرك الله يقول لآدم في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين لو لا محمد ما خلقتك ولا خلقت الجنة ما معنى هذا الحديث لحظة أول ما نجيب معنا الحديث هذا الحديث رواه عبد الله الفهري وقال الحاكم حديث صحيح فتعقبه الذهبي وقال بل موضوع وشيخكم الحبشي سمعته بأذني وهو يقول لا يقبل من الحاكم رواية إلا بتعقب الذهبي لأن الحاكم متساهل فإذا قال الذهبي صحيح قبلا وإذا تعقبه وقال بل موضوع فلا يؤخذ بتصحيح للحاكم حاكم متساهل وبسبب هذه الرواية انتقده ابن حجر وقال قال الحاكم في مقدمته أن هناك رواة لا أروي عنهم لأنهم معرفون بالكذب منهم عبد الله الفهري فكيف الآن ناقض الحاكم نفسه وروا في كتابه المستدرك رواية فيها عبد الله الفهري وقال أنها صحيحة وقد انتقده على ذلك ابن حجر والنووي وكثيرون واتهموه بالتساهل وضربوا مثالا لتساهله بهذه الرواية التي هي قول الله كذبا لآدم لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت الجنة يعني قول الله اني جاعل في الأرض خليفة يعني الله قال للملائكة ذلك لأني أريد أن أخلقها من أجل محمد هذا كله كذب كذب هذا كذب لا يقبل ولئن كان ما يدعيه صحيحا فلماذا ترك عمر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وكذلك الصحابة وكذلك معاوية بن أبي سفيان وكذلك لم يتوسل به عمر بعد موته وإنما توسل بأويس القرني لما لقيه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم فقيد التوسل باللقاء بالحي طيب لنشوف الآن معنى الحديث عند حضرات جميل حليم أي أن الله خلق الدنيا ليظهر محمدا صفوتها الله والناس متأثرون الله ليظهر محمدا صفوتها لكن الله أخذ صفوتها وبقيت الدنيا بلا صفوة وإذا كان الله خلقنا لأجل صفوتها فلماذا أخذ عنها صفوتها فصرنا في هذه الحياة مخلوقون بلا سبب صرنا مخلوقين بدون سبب لأن سبب خلقنا له صفوتها توفاه الله عنها صفوتها راح عنها فنحن كالبهائم عايشين الآن بلا سبب شفتوا الكذب كذب على رب العالمين فكذا أنت أنت على دين الإسلام أنت أو أنت تعلم الناس الإسلام أو أنت تعلمهم الكذب هذا تعليم للناس الكذب شبحان الله نكمل وهذا لا يعارض الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ آه هذا لا يعارضها صحيح أنه في تعارض بس ما في تعارض تعلموا دين الإسلام تعلموا دين الأحباش هذا مع أنه متعارض لكن لا يتعارض لماذا لا يتعارض والرواية موضوعة مكذوبة كما قال أهل العلم قاطبة هذا لا يعارض حاشة بل هو في المعنى منسجم تماما لأننا بمحمد عرفنا كيف نعبد الله يا حبيبي ما شاء الله لأننا بمحمد عرفنا كيف نعبد الله لكن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فهو علمنا أن الدعاء عبادة والله قال فلا تدعو مع الله أحدا والله قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أعبد تدعون الدعاء عبادة لكنك لا توافق النبي على هذا وتدعو الموتى من دون الله ما الذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنك تعلمت العبادة ألم تعلم أن الدعاء عبادة وأنتم تدعون الموتى بالليل والنهار قاتلك الله ما أكذبك يا سيدي أمدنا يا سيدي أمدنا يا سيدي يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا سيدنا عبد القادر جيلان يا سيدنا محمد بهاد دين نكشبان يا بدلاء يا نجباء يا نقباء يا أوتاد يا أخيار يا مسلم الجن عموما يا ملائكة السماوات والأراضين رجال الله أعينونا يا سيدي أمدنا يا سيدي أمدنا يا سيدي يا حبيبي هذه عبادة شرك مخالفة لما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تقولون علمنا العبادة شوفوا الشرك شوفوا منذات الموتى وطرق طرق الخشب يأملون أن يستجيبوا لهم والله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم شوفوا طرق الخشب طيب عرفنا كيف نشكر الله ها إيه قلت نعم إذن نبينا كيف يكون علمنا كيف نشكر الله وهو لم يشكر الله على ولادة محمد بدنا نعرف بدنا جواب بدنا جواب كيف علمنا النبي أن نشكر الله لكنه ما شكر الله ولا الصحابة شكر الله ولا التابعون شكر الله ما شكر الله إلا النصارى باحتفالهم بميلاد المسيح هو أول من شكر الله الرافضة العبيديون الفاطميون الباطنيون برئيسهم المعز لدين الله الفاطمي اللي أنشأ كما قال محمد بخيط المطيعي في كتابه أحسن الكلام الذي طبعه الأحباش مؤسسة الكتب الثقافية لحبيب طه طبعه الأحباش وصرح فيه بأن أول من عمل هذا المولد هم الفاطميون العبيديون الباطنيون إذن هدول هم الذين تعلم منهم كيف نشكر الله مش من محمد لأنه أنتم تقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بعيد مولده شوف تفكي كلام باطل زي ما قلت خلفية موسيقية أنشودة مع صوت رنان عالي طب الأجواف خلاص يقتنع الناس نكمل وبمحمد عرفنا كيف يكون الإسلام والإيمان هو الذي دلنا على الإيمان هو الذي دلنا على الإيمان فلما سأل الجارية أين الله قالت في السماء فقال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة دلنا على الإيمان لكن أنتم يا أحباش أنتم رضيين بهذا الإيمان ولا بتحرفوا هذا الإيمان نقول لكم فقط قولوا بلسانكم نؤمن أن الله في السماء كما قال نؤمن أن الله في السماء كما قالت الجارية الجارية صحيح أنها جارية لكن النبي أقرها على كلامها وأثبت إيمانها لما قالت أن الله في السماء أنتم تعلمتوا من محمد عقيدة التوحيد والأسماء الصفات ولا تعلمتوها من آرستو الذي قال لكم لا يجوز أن يكون الله في مكان أو فوق مكان أو على مكان والله قال الرحمن على العرش استوى قال تعلموا من محمد أنتم تعلمتم عقيدة الإسلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكمل فضل يا أستاذ هو الذي دلنا على الإسلام وبه عرفنا الإسلام وبه عرفنا القرآن إذن نحن نشكر الله على هذه النعمة أنتم كفرتم بهذه النعمة لأنكم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم كل بعض الضلالة تقولون لا إن أبي في النار لا ليس في النار الله في السماء لا الله ينزل إلى سماء الدنيا لا من ينزل رحمته ليش رحمة الله ما بتنزل إلا بس بآخر الثلاث الأخير من الليل وباقي نهار وتلتة ربع الليل ما في قل ما في رحمة بس ضيقتم الرحمة إلى الثلاث الأخير من الليل بس وبعدها ما في رحمة عجبا لكم أتعلموا الإسلام والإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو كان الاحتفال من مولد إيمانا لا احتفر به النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الاحتفال إيمانا والنبي عليه الصلاة والسلام ما شرع هذا الإيمان منين جدتوا هذا الإيمان من عند النصارى والشيعة هذا هو الإيمان عندكم ما يكون النبي محمد وهابي عندكم نكمل نشكر الله على هذه النعمة هذا معنى الاحتفال بالمولد الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت الشكر كيف يكون يا أخوان متضمن للشكر والنبي ما ضمن بسنته هذا الشكر فيكون قد كفر بما كان واجبا عليه أن يشكر إلزان كلامكم خطاب عاطفي ما فيه شيء من العلم على هذه النعم وهذه بعض النعم وهناك نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها شفتوا يا أخوان تعدوا نعمة الله وهذه منها لا تحصوها لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما شكر على هذه النعمة هذه نعمة لكن النبي ما شكر ربهم الصحابة ما شكروا ربهم التابعون ما شكروا ربهم الشيعهم الذين شكروا ربهم فاحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم والنصارى شكروا ربهم على عيسى عليه السلام النبي لا من في غيره النبي لا الصحابة لا تابعون لا الوهبية لا يعني ان الوهبية والنبي موقفهم واحد وانتم موقفكم والرافضة والنصارى واحد انتم مع اي فريق الآن انتم مع الفريق اللي بيحتفل ولا الفريق اللي ما بيحتفل كان المتناقض منه علمه اعجب كيف الناس يطيقون هذا الرجل وطروحاته وما بكم من نعمة فمن الله واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كل هذه الايات يحشدها في موضوع الشكر على نعمة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وكأنه غافل عن كل هذه الاحد غافل وكيف يغفل وهو سبب وجود الدنيا والجنة نعزل يعني يأمن يأمن في يعني هذا كلام يؤدي الى الشك بالنبي صلى الله عليه وسلم يا عمي كيف نحن نشكر ربنا والنبي ما شكر ربه على هذه النعمة وقال لئن شكرتم لأزيدنكم يعني لئن احتفلتم لأن الاحتفال شكر ولئن كفرتم إن عذابه لشديد إن كفرتم بهذه النعمة ولم تشكروها إن عذابي لشديد كما أقول كلام عاطفي إنشائي باطل وهو سم في نفس الوقت من أجل تسميم الناس بالبدع وغيرها كلام عاطل باطل فازدادوا تمسكا بشريعة النبي محمد ازدادوا تمسكا احتفلوا بما يحتفلوا به وإذا لم يحتفل لا تحتفلوا كيف هذا المعنى تمسكوا لكن أنتم عادة تقولون تمسكوا وتقولون يجوزا تبتدعوا ولذلك يرد عليكم الشافعي ويقول فيما رواه عنه الحافظ بالحجر وغيره ولكننا نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا مش بس فعلا وتركا لأن الترك سنة أيضا ليس فقط فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة وإنما ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سنة لا سيما وقد كان قادرا على أن يفعله لا سيما وأنه كان قادرا على أن يفعله فإذا كان قادرا على أن يفعله فلماذا لم يفعله لم يكن قادرا على إنشاء الطائرات والقطارات والسيارات ولذلك هذه بدعة حسنة لأنها تستعمل الآن حتى في الدين المواصلات إلى مكة إلى كذا لكن هل كان بإمكان النبي أن يحتفل الجواب نعم ما كان متعذر لماذا لم يحتفل لأن القضية مخالفة للدين كل ما تعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعبده وكما قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها رسول الله فلا تعبدوها إذن هذا يدل كلام الشافعي رائع منتهى الروعة ويدل على أن ليس السن فقط فعل ما فعله الرسول وإنما ترك ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم كم مليال جميل واقتدوا برسول الله محمد واقتدوا برسول الله محمد فإذا فعل شيئا فافعلوه وإن تركه فاتركوه شفتم عميئلك جميل حليم اقتدوا هذا معنى الاقتداء اعملوا بأخلاقه تنجحوا وتربحوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة رزقني الله ذلك وإياكم والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على النبي الله وصلوا